احتفت هيئة البحرين للثقافة والآثار باستعادة الهوية الأصلية لمنارة جامع الفاضل بعد ترمينها حيث شهدت الفعالية إضاءة المنارة بحضور الشيخ هلا بنت محمد الخليفة مدير عام الثقافة والآثار بهيئة الثقافة إضافة إلى حضور دبلوماسي وتواجد عدد من المهتمين بالشأن الثقافي وكانت هيئة البحرين للثقافة والآثار قد استعانت بمركز الحفاظ على الآثار الإيطالي وبمساعدة الجهات الرسمية المعنية وبدعم مباشر من قبل عدد من المؤسسات الخاصة في البحرين لإتمام عملية ترميم منارة جامع الفاضل التي استغرق إنجازها أربع سنوات في إعادة الروح لمنارة الفاضل التي يبلغ طولها ما يزيد على 39 مترا والتي تم تشيدها في العام 38 وتسعمائة وألف بعد إلحاقها بجامع الفاضل الذي تم بنائه في سنة 1768 خطوة تحسب لجميع الأطراف التي نسجت بدعمها حروف حكاية تراث تروى طاب سماعها وعظمت تفاصيلها وزينت بمضمون تاريخها الذي يعكس ثقافة مدينة ذاع صيط أصالتها وشاع بريق حضارتها ليرى من مسيرة كذا وكذا لمدة ألفين ومئتي يوم أي بقرابة أربع سنوات من العمل المتواصل من قبل فريق إيطالي تابع لمركز الحفاظ على الآثار في روما وبالتعاون مع الفريق الهندسي لهيئة البحرين للثقافة والآثار وبمساعدة الجهات الرسمية والخاصة استعادت منارة الفاضل هويتها الأصلية من بعد ترميمها باستخدام ما ينوف على مليوني قطعة من الفوسيفساء والزجاج الملون ورخام البوتشينو فضلا عن تركيب نظام إضاءة جديد داخلي وخارجي يطفي إلى المنارة رونقا جديدا وخاصا بإطلالتها وفي مختلف أوقات اليوم كما تم وضع مكبرات صوت حديث للأذان إلى جانب استخدام مواد مرنة ومقاومة للتغييرات المناخية أثناء العام وملائمة لأجواء مملكة البحرين في جميع مراحل الترميم منارة الفاضل بمكانتها كصرح للإنتاج الثقافي وبحلتها الجديدة وبعملية ترميمها الصعبة والمعقدة التي انبرت لإنجازها خبرات محلية وعالمية ستعزز من الهوية البصرية لمدينة المنامة بتاريخها العريق وبجمال تصميمها وبعراقة أزقتها وهذا المشروع المعماري التراثي والثقافي النوعي هو واحد من بين مشاريع عديدة تعمل هيئة البحرين للثقافة والآثار على إنجازها بهدف إعادة الألق لقيمة المعالم الحضارية والتاريخية البارزة في البحرين لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر